سوف نتعرف في هذا الوزء على كيفية إنشاء الإفكارات باستخدام معالج ساني سيوري وزد سأقرضنا على شريط المثال إنشاء تعلام لنصد أرقام و أسلاء جميع المنتجات الموجودة من داس الجدوى لإنتاجهات نضغط على المستخدم من شريط الأدوات ثم نضغط ضغط المستخدم على أو نضغط على نستخدم من شريط الأدوات ونختار سامبل تيوري وزد من هذا الجدوى ثم نضغط على مستخدم فيظهر المرافع الحواري سامبل تيوري وزد وفي القارة سيبل أن تيوري يتم جميع الجدوى للإستعلمات الموجودة داخل وزد البيانات الموجودة حيث إنشاء استعلام لإستخدام جدوى أو استعلام أو عدد أول واستعلمات فنستحق القائمة ونختار الجدوى للأدوات التي نريد استخدمها في الإستعلم فنختار ترى من هذه القائمة فيتم معظمها حقول الـ Product القائمة ونضغط القائمة يتم إضافة الحقوق التي نريد استخدمها في الإستعلم فنشار الحقل الذي نريد إضافة الإستعلم من مطلع ونضغط على أدوات من إضافة الحقوق الذي قمنا بإستخدم إلى القائمة ثم نضغط على المستعلم وإذا أردنا حقوق جميع الحقوق الموجودة داخل الاستعلام ثم نضغط على المستعلم ونضغط على الحقوق الذي نريد استخدام الاستعلام فنختار الحقوق ونضغط على حقوق أدوات ثم نضيف الـ Productase ومن هذا يمكننا تحديد طريقة أدوات التي سيتم موضوع الاستعلام لها عند الضغط المفتاح Finish الموجود في الـ World to Play لهذا موضوع الحواري فبالسفر Open the Key to View Information وهو الاستراضي يتم عرضك علام بطريقة العرض D-View لأخذ ناتج هذا الاستراضي وعند اختيار Finder Key to View يتم عرض الاستراضي بطريقة Design View والتي ستحزم لإنشاء ومجهيل الاستعلام سنطبق على الاستراضي ولرؤية ناتج الاستعلام ستضغط على المفتاح ستظهر ناتج الاستراضي من داخل طريقة العرض D-View ستظهر انه يتم عرض كل من المنتج في الـ World to Play اسأل المنتج في الـ World to Play وهي الأقول التي تم عرضها أثناء الاستعلام بإدلاق هذه ناتج والنظام لهذا الجزء من محفظة Data وظهور الاستراضي بقائمة الاستراضي كما نرى